وافق الكونغرس الأمريكي على تحويل 250 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية وتجديد المساعدات للعديد من المشاريع المدنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والتي كانت قد جمدت من قبل إدارة ترامب العام الماضي واذكروا أن هذه المساعدات ليست مشروطة بالتعاون مع صفقة القرن في سياق ذاته أضفت صحيفة هارتس الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم أن البيت الأبيض اقتراح في وقت سابق إن شاء ما سمي صندوق التقدم الدبلوماسي والذي يمكن استخدامه لمساعدة الفلسطينيين إن تحسنت العلاقة معهم إلا أن الكونغرس رفض الفكرار